بسم الله وصلاة السلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمود وعلى صحبه وسلم طبعا بغتني يعني ما شاء الله عليك أحمد بخيت قرب شوي المعك أحمد بخيت مؤسس قرب شوي المعك طبعا زميل عبد الرحمن يعني في الاجنسي برضو بس طبعا بدنا تقريبا من 2016 أحمد الله كان فيه تطورات كثيرة وكان فيه أمور جدا كثيرة ممكن نتطرق فيها ماذا إيش المحتوى حق الشو هذا صراحة بس أنه يعني ممكن متوقع أنه تسألني أسئلة فيما خص هذا الموضوع هو يشوف أنت حينه رحت لمجالة ناينتوان شوية خلينا نقول أحمد بخيت كباكراوند إيش مين أحمد بخيت طيب أنا بدأ من جديد ما عادي عادي لا خش عادي في المود ما في مشكلة زي ما أنت خش في المود أنت هتقطع ولا لا لا أوكي على طويلة طيب أحمد بخيت باكراوند ماركتين ماركتير خبرة تقريباً ما يقارب ثماني سنوات تقريباً من دفرنت ستاجز يعني في الماركتينج بدايتاً من برموتر و سورفازرين برموترز و براندينج و نور هذي كلها في أكثر من مجال شركة و آخر شي كان تقريباً تقريباً طيب كيف دخلت في مجال الماركتينج هل كان في بالك حاجة لما كنت تدرس مثلاً الثانوية هل كان في شي في بالك أنه أنت بتخش ماركتينج أو في شي تاني أو كان الماركتينج هو اللي ما كان عليك الجو لا ما كان في شي صراحة سف الماركتينج أنا كنت أشتغل في بيع جوالات كنت في كل الصيف كان فيه زي إكسبرينس جديد حلو و كان إكسبرينس إنه بيع جوال بس ما كان تقريباً كان سيلز يعني ما كان فيه ما يعتبر ماركتينج يعني فيه دائماً مسكومنيكيشن في السوق إنه ناس دائماً تقول لك إيش هال الماركتينج هو نفسه السيلز فالناس ما تفهم إنه السيلز شي داريكت سيلز والماركتينج هو براندينج أو يعني مجال مرة مختلفة يمكن الصورة واضحة أكثر في أيام الجامع هي اللي كان فيه الماركتينج إنه هو شي مرة جميل بس إنه طبعاً دحن فيه لان جديد اللي هو البرتايزينج في الدراسة في الجامعات فالماركتينج هو صراحة هو الأساس كان بدايته في الدراسة وبعد كده صار فيه يعني مع الإكسبرينس ومع كنت بدرس واشتغل فمن وقتها حسيت إنه هاد المجال حقي وفي الأكسسورت بدأت تركز فيه أكثر طيب أول ما تخرجت هل اشتغلت في الماركتينج دائريكت على طول ولا اشتغلت في شي ثاني كالعادة زي أي أحد أول شي الأكثرية يعني مو بداية أيام ما كنت أدرس كنت أدرس واشتغل فكنت براند اكتفايشن أكثر شي فالهي في المولات وكده كنت بروموتر كنت ننزل وليلبس مثلا براند معينة فمسي جيز أو شي زي كده فكونا نشتغل وكونا ندخل يعني في رحنا مولات صيدليات وامور زي كده بعن ستسوا رايزر ستة نجيب الكتس للبروموترز وكيف هما يسووا قولها كيف طريقة التسويق وكان يحاولوا يعني تقرب كلاينتس أو يقرب كستومرز من من اش اسمه في المولات أو في الأماكن هذي أو في الصيبليات طبعا هذي كانت دوام جزي ما كانت دوام كامل ايه دوام فليكسبل أورز وكنت اشتغل أيام ويكند ويكديز كانت في أيام تيجين المشاريع نشتغل فيها يعني طولة للأسبوع ما هي يعني في أيام تيجين مثلا ثلاثين يوم اشتغل فيها كاملة خلص من دوامي في الجامعة ودوام الجامعة كان لذي ساعد قليلة في أغلب الوقت كان في التجهيزة كنت اجيب أنا من شباب من حقنا الجامعة يشتغلوا معايا يعني هذا اللي فادك انت خشيت انت بتدرس في الجامعة وفي نفس الوقت تشتغل والشغل برضو ماركتينج زي اللي انت كنت بتدرسوه ايو بس يعني ما كان ديب ماركتينج ايو ما كان ديب ماركتينج ايو برضو بارت من السيلز يعني بس بعدين سورفايزرينج صارت اكتر فيها ديتيلز اكتر بليت تتعلم الشغل ديتيلز اكتر والكتس وكيف تتطبع الفلاير وتطبع الموضوع دي والسامبلز اللي تجيبها يعني بدت تستبها يستب بعدها كافي امور ريبورتات والليدر للبروجيكت و الامور هذي كله بعدين يعني كان اغلبها حسنت انها لوجستك اكتر من انها براندي بس انه برضو بتيسمع مثلا هو بدك كورسز على على المواضيع هذي يعني بدك كيف بتنزو كيف تقن على العميل ايش السترينكث بوينت اللي في المنتج و الامور هذي كله و كانت ما شاء الله من الشركات كبيرة يعني و يعني و غير الاشياء البيوتي والامور هذي كله هالفرق معاك مرة و انت بتدرس وتشتغل الشخصية يعني ايوه الدراس اصلا يوروك حاجة معينة انه بتدرس اشياء معينة في المنهج مثلا بس على ارض الواقع يختلف كل حاجة لا لا مرة فرق اصلا انت تلاقي اصلا في الكتب الاغلب يقول لك تروح انت عمين تقدم له بروبوزل اول ما ياخد ينجح قللك انه اوكي اخد الديل هو ما في اخر الديل تلاقي يتقدم عشرين بروبوزل ممكن و ممكن ما يناخد منه ولا حاجة صح لا لا هو فعلي انه ما كان فيه اي يعني الدراسة بس الحالة ما كانت ح تفيدني فهذا الشغل مرة اضاف لي كتير من الشخصية شوية و عرفني على ناس و عرفني على ناس كتير يعني فهذا كان من الاشياء اللي ساعدتني ممكن في التوظيف بعد ما تخرجت من الجامعة يقول لك نتوارث 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 فيعني تقريبا ساعدتني في الشعاء كتير غير انه بس اشتغلت مع هذه الشركة اشتغلت مع شركات تانية بعد ما تخرجت قدمت استقالتي من الشركة و ما كنت ااخد شركة تانية على طول بس انه اخدت انتين شب ايو اخدت انتين شب في شركة بخيت و برضو اشتغلت في الشعاء تانية برضو في مجال التسويق في مجال الماركتينج فبعدها قدمت استقالتي من الشركة هذي و دوحت على شغل لقى جاتني وظيفة بس تقريبا سازن ربزنتيب هي اول وظيفة جاتني بعد ثلاثة شهور على طول من تخرج وبعد الاستقالة اشتغل فيها بس كان عندي تاركت و كان عبارة عن سيلز فاشتغل فيها ثلاثة شهور و وقتها و في خلال ثلاثة شهور تكلم لي واحد من الشباب يقول لي فيه part time job اذا تحب تشتغل بعد الساعة خمسة ساعتين مدت اربع ايام في الاسبوع فكانت هذي جدا ينايتد فجدا ينايتد اشتغلت معهم كان front office بتعامل فيها برضو مع الزبائنية فنفس الوقت بعدها بفترة يعني front desk فكان فيه و امور زي كده و كنا فيه اشياء نحاول نطورها و زي كده و كان طبعا هذا الشغل يعني بالنسبة لي احلب كثير من من شغلي انا شغاله اذا فول تام شغلي فول تام كان في مجال الطبي ايام فما كان عندك شي طبعا كان كله ميداني و كان كله شغل يعني مستشفيات و مختبرات و امور زي كده اغلبو بي تو بي ايو بي تو بي و يعني احيانا ايو بي تو بي صح جدا ناتد بعدها بعد ما اخرجت اشتغلت معهم تقريبا فول تايم بس فلكسبل اورز يعني احيان انا كنت اروح و حاول اشتغل في شغل براندنج و سبونسرشيب و اشياء زي كده اه بدأت ببراندنج اللي هو حول الملعب و كيف كنت اطور البراندنج و حطه اللوغو حق الاكاديمي و الامور هذي كله اه بدأت بالعكس اتحمس في هذي الامور اكتر اه اكملت معهم و وقت اخرج من شغلي وجلت معهم فترة اه بعد ما اجلت معهم تقريبا سنة او سنتين سنة سنة و نص تقريبا اه جعتني وظيفة اه وظيفة اه ماركتين كوردونيتر في كانت اه ماركتين كوردونيتر طبعا تكلم على هنا لفل انترناشنال اه و كان ما شاء الله يعني تكلم على مرة شي ديتيلز يعني بطريقة مرة جامدة و حلوة فتعلم فيها اشياء ماركتي اتعلم فيها اونلاين و اوفلاين اه ماركتين اه انا كنت اصلا جوكر يعني في اه كنت اه جوكر انا بتعامل مع اه مع اكتر من من قسم اه كان عنده ثلاثة اكسام طبعا قبل ما تقول ثلاثة اكسام واضح جوكر ايش لانه في ناس بك تقول الجوكر هذا يشغله كل شي كل شي كل شي و فعليا كنت سبورتف لكل المشاريع يعني منها مشروع كان حق في عنده كان عنده تاتا مشاريع اللي هو خبر و مكة و جدة فكنت انا line manager مع جدة و سبورتف ل مكة و شرقي اه فاستعلمت على البراندينج و الدايركشن و مسكت انا مشاريع انا عملت الا هاندلينج يعني من سكراتش و انا بنفسي يعني فكانت هذي الصراحة ان هي اللي دخلتني اشياء مرة كتيره و مسكت البيجتينج و الامور هذي كله اللي هي اه اه كيف تحطه لهذا يعني دخلت مرة اشياء مرة مرة ديب اه و في البرشيز و في اله اه الله محمد رسول الله اللي هو اله اه بجيب comparison بين اكتر من من فندر و بنحاول نشوف اشياء اشياء و دخلت في اشياء مرة ديب مو بس في الماركتينج بس في اشياء تعملات مع الاجنسي الثانية ايه تعملات مع الاجنسي الثانية و و كيف تكون الديزاينات و الامور هذي كله مع اكتر من من اجنسي فيعني ادتني مرة مرة كويس و خاصة انه ما شاء الله شركة رائدة في مجالة الريل ستيت فانت بتكلم ما شاء الله على بجت مرة عالي فهذا الشي صراحة بيديك اكتر من شغل بيديك اكتر من ديجتال ماركتينج و كيف تكون الكمبيانز و البرينتينج ايام اللي هي المطبوعات اللي هي الجرايد و كيف كان وقت ديك الايام يعني تقريب متكلم على 2015 و كيف ديك الايام كانت البرينتينج لسه كانت شغال ليس قبل لا خلاص الناس تعمل شفت شفتي على الديجتال و صار الديجتال هو الرائد في مجال هذا و غير كده انه كان الكوست حقه و قلبي كتير من بتتكلم عن البرينتينج اللي في الاوتدورز و غير كده اصلا انت هو كل زمن ولو وقته يعني حلو البرينتينج جد فترة و مثلا الناس نحن اغلبة تلاقيها الديجتال يا رجال اللي بيسوق ماسك الجوال ايه بزل عشان كده الدوريات يجنموك احيانا بزل بزل غير كده البرينتينج الخارجي اذا مثلا فيه غلطة واحدة في حرف منطبع و تعلق فوق عشان تغيره مشوار طبع بس الديجتال خلاص يعني تيجي توقفه نفس الوقت وترجع ترفعه مرة ثاني بعد التعديل بزل اوكي فيعني صراحة فيه فرق مرة كبير و وقت ديك الايام كان ماشي البرينتينج بعدين بدت الناس شوي شوي تعمل شفتنج على الديجتالية والونلاين فكان تركيز برضه من الشركة انه هو مرة تركز بشكل كبير على موضوع الديجتال فايامها كان كان فيه تركيز كبير يعني على الديجتال فكان فيه السوشال ميديا و جوجل وغير الويب سايت ودخلنا في موضوع اللي هو ري براند للويب سايت و الامور هذي كلها فيعني صراحة خبرتي مرة سنتين بس السنتين هذي كانت يعني حافلة بالانجازات وحافلة بالاشياء اللي صارت اللي جوه و يعني اللحقت الحمد الله هذي كلها يعني من الاشياء وسبحان الله يعني ما كتب نصيب و و ووقت اخرتين و بالعكس هذا كان تحدي اللي يعني انه انا جات فرصة اصلا حسيت انه كان وضع وضع ري لسيت بصفة عامة ما هو ما هو كان ذاك شيء اللي المطلوب يعني في السوق فعملت شفت على طول داركت الموضوع و بنت اللي هي ايجنسي اه ادفرتايزن ايجنسي اللي هي ناينت وين ديجليز قبل ما اطلط عن ناينت وين ديجليز قلينا نرجع شوية عالم الكوربرت لما انت تشتغل في مجال الكوربرت او الاشياء هذي التيمة اللي عندك في احيانا ما في تعاون ايه او كل واحد استنى غلطة للتاني مثلا ايه لا انا صراحة انا ما شفت هذا الشيء حلو فا يعني هلقد واجهتك ممكن الشيء ده شو في كان ميس كومنيكيشن يعني بينك وبين اللاين مانيجر مثلا هي هي ايه مانيجر بس كانت اصراحة من افضل الناس اللي انا قابلتم صراحة كان تعلمني كتير متعاون ايه اسمها علاء مثولي اه وماشاء الله هي ماركتنج مانيجر وبعدها انا كت اسستن لها في موضوع ال ما هو الشخص الان بنايت انه تواجاتها لا بالاكس كان فيه تعاون كبير مرا كان هناك تماما قبل خران الاحتجاب وكم كان هناك تماما وكبه اتفهم وانه اهم شيء ترغبا فيه افسرين يحاول انه نحن تفهم يجب تحاول انه تتطور من نفسك وتعدل ايها الاخطاء اللي كانت و الحمد لله اهم شي انه الان مجر اللي معاك هو اللي يقول لك ايش الاغلاط و ايش الاشياء اللي انت لازم تحسنه و الحمد لله يعني حسنتها في اخر فترة وبالعكس يعني كان التيم كله متعاون و افتكر ديك الايام و كنت انا اجيس و كنت اخلص شغل و كان الناس اللي موجود انه هو كيف تخلص يعني تنجز تنجز اي و قد ما تقدر و انت خلاص انت عندك الباشن حق الماركتينغ غير يعني لما تتكلم مع شركات التانية لا ما كان في هذا الشي لانه هنا اللي شفته صراحة شي يعني مرة واو فالماركتينغ و الاشياء كده اممكن ما كانت اشياء مرة كده انت عندك قاعد لان معينة تمشي فيها ما ما يمديك تبتكر بس اممكن لما رحنا على نايت اوان موضوع اختلف هل اشتغلت طول الفترة مجال الماركتينغ و لقيت صار فيه شفت معين حولوك الي مثلا احط طليع اقل لك احمد نحتاجك تمسك مثلا شغل فلان فلان يعني مسكت فترة في الكاستمر سيرفس للسكان اكتفتيز معينة يعني و كيف تكون احيانا في مراسلات و النيوز و النيوز اا Nuns let singing means we'll never watch anyone ما بذلك او شئ ما كدا ان شغالة معها معاهم فيها ها في الكاستمر سيروس هدا اللي الناس اللي اشترت من ضمن المجتمع موجودين الله اyy اي اي نفسو اي نفسو اي ا senhorrain munter in space اضرح لان اشياء مرة بسيطة يعني مكانت فيها بعدين دخلت على موضوع شوية في اشياء الامعام هاي convention اكتر ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا، eating section بس الكستومر سيرفس مرة علمني اشياء كثير كيف تتخاطب مع الكستومرز اللي عندك فيعني صراحة السنتين اللي كنت فيها تعلمت اشياء مرة كثير طب نيجي لنقطة انت قلت انه تعاملت فترة في الكستومر سيرفس نحاول احيانا في البرنامج وبعض المقابلات والاشهادي يعني نطلع للناس بفايدة شوية ايش المشكلة اللي جتك كانت مشكلة شوية عويصة وقدرت تحلها حتى لو انه ما انك ما وصلتها للمدرة وانت جايب له حل خلاص انو ترسويت زي كده وطلع عندي حل وهذا الحل الحمد لله خلى العميل يرضاه هل قد واجهتك مشكلة كده في مشاكل يعني بس انه هذي كلها لازم ترجع للليجل والامور هذي كلها يعني مو بس كلها عن طريق انت بس انه في اشياء مثلا اللي هي نيوزلتر اللي هي بتتكلم مثلا عن دوزن دونت اللي في الكوميونيتي يعني المرفقات اي ومثلا التدخين والامور هذي كلها المرافق والامور هذي كلها يعني في اشياء معينة في ناس اللي عندهم مثلا الحيوانات الأليفة فيها ماكن معينة ما تكون يعني في ممنوعة وشكده فهم في يعني في اشياء معينة اللي هي في الليترس اللي هي منثلي بيسز بتكلم عن مواضيع معينة عن المينتننس في تترسل اميلات بشكل شهري او كل كوارتر برضو ايش الاشياء تحسنت ايش الاشياء بتتطور ايش الاشياء اللي هتصير في المستقبل لي كوميونيتي مثلا معينة هيا كانت ايما فكان تلاتة براجهية وكل برج ما شاء الله في تقريبا يعني مجموعه تقريبا ميتة وثمانين شق بتتكلم يعني learn bullshit ماشاء الله كميت الناس اللي عندك في مدة الاشياء الاشياء لهم ايش الاشياء ايار رمضا ايش الاشياء معينة بتصير المرافق اللي تحت مثلا الباربيكيو ايريا كيف تكون استخدمة تتكلم من من المسؤولين يعني بتحاول توعي الناس انه فيه معينة تسويها عشان خلاص هم يعرفوا ايش الوحيد عشان مو كل واحد ايش يكون عنده يعني يحاول يرتج لا فيه سياسة معينة بالاكس تنظم للناس يختاروا متى الوقات فيه فلو معين للبروسس حابي شغل فتقريبا هذا في الوحيد اتواجه مع العمل اكتر وعرف ايش مشاكلهم واش يواجهوها وكيف طريقة تحلها وحمد الله يعني ذيك الفترة كانت بتشتغل على هذا الموضوع ممكن انا ما كملت بعدها ما عرفش اللي صار بعدها بس انه ما شاء الله بتتكلم مع الشباب فبيقولولي يعني على غير المطاعم اللي فتحته اللي صارت يعني دي حين ما شاء الله ايه في انتعاش مرة جامل حتى انت تشوفه يعني بغض النظر انك تكلم الناس انت لما تروح ناك تزور المنطقة شوف كيف كمية مطاعم القهاوي في الظهرية مثلا الناس تخرج من وقت البريك وتروح هناك فبنعشة المنطقة اللي هي منطقة جنوب يعني جنوب جدة تقريبا نيجي لـ 91 ايه وفي اشياء تكنيكال او تاكتكال لسه ما كنت يعني ملم فيها سواء كان تصوير ايه ديزاينات فيديو ايدتينج قدينا كده جولة منها يعني اول ما بديت اش هو شوف كاجنسي صغيرة يعني التيم اللي معك لازم يكون نينجا نينجا يعني يعرف اكتر من شي ايه اول ما بدينا بصلا قبل لا نبدأ يعني طبعا يعني زي ما تكلمت في البداية الممكن البودكاست انه موضوع انه النت النتورث هم النتورث فاول ما روحت لكابتن عبد ولينا وقلت لهم انه يعني فكيت ايجنسي ومعي عبد الرحمن هو وقلت لهم فا جاء وقلت للي والله على طول يعني ما ادوا فرصة انه انا اقولهم اني انا لسة جالس في قيد التطوير نقولي اني بنوقع معك وهذا صراحة يعني انا اشهد لهم فيها انهم يدعمون فيها طبعا بس عرف عن كابتن عبد و ولينا كابتن لينا كابتن عبد هو الشريك مؤسس ولينا المعينة هي طبعا برضو المؤسس ايو اللي هي جدا ينايتد فاول ما قلت لهم عطو قالوا يالله بنوقع معكم احنا ما كننا متجهزين ما عندنا مكتب اصلا تفتكر ممكن ديك الايام كنا نسا فتطور انو انرتب مكتب و انرتب ديك ال يعني يكون لنا مقر و يكون لنا جراءات يعني ثابتة فهم قالوا عش نوريوا داماكم و سبحان الله بدأنا معهم اوه تاتة شهور كانت في بداية سبتمبر تفتكر مع بداية رجعت المدارس و بدأت الاكاديمية و بدأنا نصور و بدأنا طبعا اتعلمنا نحطينا في الفيلد و كتا سننا نستجر عدسات و كم معانا كاميرا و بنمشي حالا نيعني بيها و دخلنا و سرنا نتصور و سرنا ندخل على الإدتينج شوي شوية الفوتوشوب شوي شوية و هو nanتعلمت كيف الـ color grading الtać عاما هذه كلها يعني لو من حطت في الموقف بدأت اتعلم ف did anderen общемهور مستجر عدوية ما تسابعوا ف video editing لم يكنًا عندي خبرة و كنت اكتر شي كبركز عريض الديزاينات و كيف يكون الـ theme و بدأنا نختار الـ theme بنون على الوعρε اللى عندهم there is the guidelines يعني بحكم الخبرة يعني الى الشهات في الشركات فتعلمت على هذا الموضوع بدأنا نصمم شوية شوية بدخل في تشوب باخد تيتوريال في اليوتيوب بدخل من هنا يعني بحاول لتعلم وبرضو باخد اشياء من عندك انت مثلا كنت تدين اشياء معينة انت خدت الماركتنج تقريبا من اعلى الهرم وهو نازل ما بديته من تحت بس احيانا هذا شيء مفيد هو صح في الاخير انت يعني اهم شيء انك تكون ملم بالفلو حق الشغل على اساس انه لما يجي العميل خلاص انت تتوجه العميل تقوله ترى المفروض واحد اثنين ثلاثة اربعة هذا الاشياء اللي نقدمها او نسويها الفلو كيف يمشي في بعض الاحيانا الاجنسيز ممكن ما يعرف واش البروسس او الفلو في حانا العميل اردي ما يعرف وحانا الاثنين يكونوا عارفين كيف البروسس والفلو حق الشغل في طريقة التسويق والماركتنج والديزاين او الفيديو ايدي انجلي الشياء التانية بعدها بعد ابتالته شهور اخذنا مكتب والمكتب هذا اخذناه في طريقة مايك عبدالله طبعا المكتب الله لا يوري والدرجة انه درجة انه يعني كده كان غرفة صغيرة اللي بيشوف البدايات دايما ايه بدايات محرقة نهاية مشرقة حاجزي كده ان شاء الله بس في نفس الوقت يعني في الاخير يعني حتتعلم ايه هو هام شيء انجازك للشغل مو موقع مكتبك ومثلا غرفة طيب المهم فاخذنا المكتبة ذاك لدرجة انه اخذنا والله جبنا طاولات بس مو هذه الطاولات طبعا طاولة تانية وكراسي وزبطنا الدنيا يعني بشي مرة بسيط يعني فلا مبدينا الموا اول كنا نداوم هناك احيانا صارت اياما كتير كان يشهد لنا فيه اممكن ساري Load ايه كنا نيلس داما في اممكن نيلس هناك ونحاول نخلص صغلا انه ما كنا ماحنا قادرين نشتغل هناك لانه المكان ما ان thờiغل صراحة كان عくدا شوية شوية دورنا على مكاتب يقولنا لازم ننقل مكتب ومكتب خلاص نطلع فيه تصريح رسمي وأمورها تكون رسمية كلها وهذا الحمد لله جينا عن مكتب ده في طريقة ملك الحمد لله طريقة ملك عبدالزيز أول كنا في الطريقة ملك عبدالله يعني الحمد لله يعني الواحد اللي يشوف كيف بدأ وبعدين كيف وصل هذا شي مرة صراحة أن يديك يعني دفع زيادة أن كنت تبدأ تكمل بإذن الله ويكون تستمر وتستمر وطبعا أحلى شي إنه في الموضوع إنه طبعا جيناتد كان أول عقد نوقعه وقعنا معهم سنة وثلاثة شهور بعدها برضو وقعنا مع شركة استشارات أو مؤسسة استشارات في المدينة النورة كان ثاني عقد ثالث عقد كان مع العقارية كان لمدة برضو ستة شهور كان على بي تو بي فيسبوك ولينكدين كان تركيزهم وكنا بتسوي موشن بدأ أكبر فريق العمل الحمد لله صار معانا ياسر ملتي ميدا ديركتر يعني صرنا تقريبا ثلاثة أشخاص بعدين زاد فريق العمل صار معانا يعني هنا في نفس الموقع بعد ما وقعنا العقود هذي برضو جاتنا شو سمو كلينك فصار ما شاء الله عندنا أربع عقود غير الأشياء ما شاء الله الجانبية اللي كنا بنمسكها وكانت يعني أشياء كويسة وكانت بالنسبة لنا الحمد لله يعني دخلها كويس وكانت يعني يعني بتمشينا الحمد لله وبدأنا نحط خلاص فيجين إنو إش النشان اللي بنسويها فإن بدأ بدأت الأمور توضح أكتر أحمد لله يعني اشتغلنا في أشياء حلوة جدة ناتد كان أكتر مشاريع اللي صراحة بنطلع معاهم قبل لا يكون معانا ياسر تقريبا جانا مشروع وكنا بنطلع تفتكر دبي مع جدة ناتد والأسف يمكن الفيزا معاك ما زبطت فاضطرت أنا أطلع وأصوره نفسي هادي التاني يعني هادي التاني مرة صح أطلعنا في مارج أو إبريل فبراير أعتقد لا ديسمبر أول شي ديسمبر صح هادي تهيئ لك فكنا والله كنا نتعب تعب وكانت هات أيام هي تغطي لي مباريات في دبي ثلاثة أربع أيام هي ثلاثة أيام معا يعني فرق في في الامارات عندي ايه في الامارات فكان كان كسبيلنز حير صراحة بعدين لما نروحنا على تاني مرة لما أنا طلعت خاصة نحطت في الأمر واقعا لازم أعمل فيديو ديتنج وصراحة وقت تركت التيم روحت أفتكر حتى كنت في دبي مول روحت حطات السماعات ويلا بدأت أدخل تيتوريالز ويلا طبك في وقتها وسوي إدتنج في وقتها وحمد الله طلعت على الفيديوهات يعني ممكن برضو وريك الفيديوهات اللي سويتها يعني شيء بسيطة يعني بس حمد الله حطت في الموقف وقدرت أخلصها كان جزء سويت تقريبا تاتها فيديوهات كانت مرة بيسيك ما فيه ترانزيشنز كثيرة كل ترانزيشنز كلها عادية في نفس الأدوب بريمير اللي يعرف أدوب بريمير يعني كانت كلها هي نفسة ترانزيشنز حطيتها دراج ان دروب وبعدها تعلمت شيء خفيفه وصدت أسويها وبعد سنننزل في جدنات هنا في جدو سننصور سرت ارتجل كده من عندي أفتكرا ياما روحنا على أتلانتست كان فيه كده أوتنج للتيم وروحنا وصور خدت الجوبرو وصورت فيها وخدت الميموري وخلت عندي برضو على السنة أنا ممكن استخدمها يعني بعدين كده ارتجالي يعني هيا 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 هاا طيب المهم فاحمدللأ خلصت الأشياء الثلاثة الاساسية تصوير المناعب والمباريات والحمدللأ اخدت العدسات وقت استجرناها يعني طلعت حتى بعدها قلت دعنينا أجلس في دبي يومين واشتغل فيها ولم يرجع جده عشان أدخل برضو على شغل تاني خليني ابدأ اشتغل ولا مهم والله الحمد لله خلصت المنتاج ورسلت لهم وحمد لله كان فيه رضاء يا رب لك الحمد يعني على الديزاينات ما توقعت صراحة كده انه على المنتاج والامور هذي كله وحمد لله جانا بعدين ياسر تقريبا ياسر حيكمل معانا سنة لنهاية هذا الشهر يعني زبطنا الامور وحمد لله طلعنا يعني برزلتس مرة حلوة ياسر دخل وغير لنا برضو رفع الستاندر حق التصوير وطبعا هذا هو الغرض منه هو مالتي ميدا داريكتر انه هو خلص غير لنا الديزاينات يعني يحاول يعني صراحة جدا ملحوظ للشغل اللي قدمه وخلاص انا بدأت اتفرغ لموضوع الكرياتيف والكلان سيرفسنج اسيستاند طبعا معاك وفبارث التاني اللي هو الاشياء يعني الالاقات الحكومية والامور هذي كله صارتانا ماسكها وماسك الشاف الحر والفاينانس يعني ماسك فاكثر من شي بس موضوع الهدك حق الدزاين خلاص نحن طلع وصار خلاص فيه متخصصا يعني ايه بدأ التيم يكبر والحمدالله صاروا يجي معنا بنات انتيرنز وشباب يعني برضو صاروا يساعدونا وبعدين الحمدالله اكرمنا ربي بالفريلانسنج انس وبدأنا نتوسع يعني شوية في موضوع صار كل واحد لو متخصص صار بدأ يركز على اشياء بدأ خلاص تنزل من عنده تأسكات معينة انس بدأ يدخل والحمدالله جاءنا بدر خطاب انس طبعا فوتوغرافي بدر خطاب بدر جاء قبل انس بس كان ينزل معنا انس فريلانسنج حتى فريلانسنج كان نزل سيئا فالحمدالله يعني بدأ التيم صار يعني يتوسع ويكبر طبعا حتى مو شرط انه كلهم يعني بياخدوا معنا مثلا رواتب لا كانوا صراحة جدا سبورتف يعني عندهم الباشن ان هم يشتغلوا ومنقدرين ان ندحين لسه انو وضع شوية بنرتب امورنا وان شاء الله بس هذا صراحة يعني جميلة ما ننسالهم هي طبعا وحمدالله يعني بدنا نكبر معهم شوية شوية ولسه الان احنا في طور انه نتوسع اكتر وحمدالله جاتنا جاتنا مشاريع كتيرة مننا هاته واكتر اكتر من مشروع من نحسن الكلائنس الحمدالله ان المعانا ومو بس في الفيديو بردكشن برضو بيدخل معانا دحين في موضوع موشنز فيه ديزاينات برضو كان فيه ادابتاشن لستيشناريز هذا شاوت لنايف شاوت لنا طبعا يعني صراحة النايف يعني اكتر شي صراحة ان عجبني في ناف انه هو واحد من الشباب اللي اللي مجد الشباب السعودين اللي مجدي بيساعد ومجد شاف فينا الباشن ومقدر هذا الشي فجالس يدعمنا في هذا الشي انه شاف انه احنا مجد متحمسين وحمدالله بنعطي قد ما نقدر فطبعا الكلائنس ما هم عبارة عن كلائنس صاروا من الناس اللي هما فاميلي وغير كده بيقدموا لنا اشياء صراحة يعني انفوض انا اللي اسألك هذا السؤال صراحة بحكم انت بتتعامل معهم لا لا دقيقة بس انت قلت حين يقدموا لنا يعني شكلوا اعطوك اشياء انا ما اخدتها لا 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 والله بس بيقدموا لنا يعني يد العون على قولهم حتى يعني في بعض العملة بنشتغل معهم يعني مثلا زي نايف نايف عن طريق سوش أكاديمي طبعا من الناس اللي اكتر اكتر الناس اللي احنا اللي انا بصراحة بالديني انا شخصيا مهنة شعبين لانه عنده ملتي تاسكين بيشتغل ما شاء الله في مدرسة وعنده اكاديمية ومدرب في المنتخ اسيستنت التريني لمنتخب السعودي كمان ما شاء الله عنده ولاعب في احد الفرق او احد الفرقي والسعودية كمان فيعني بتتكلم على ما شاء الله انسان ما شاء الله إليه يعني وغير كده الكاريزما حقته اللي هو كيف تدعمك كده وتحس انه حتى لما كان فيه مشاريع بيجونوا مصورين بيقولك لا انا بغانا انتي وان عشان نعارف الكوالتي حقهم كيف وحد الله هذا شي صراحة مرة يشجعنا وطبعا نايف جاء عن طريق مهند وهذا هي الدائرة سبحان الله word of mouth بتطلع من اكتر من كل واحد بيتكلم عن التاني وولما بدأنا يعني او فترة ما احنا كنا بنصمم احنا الدزاينات و احنا بنسويها ديكاليوم مفتكر احنا كنا نيو سالان الساعة اثنين في الليل و كنا نداوم من تسعة لين اثنين في الليل و كنا ما بنخلص اصلا وحمد الله لما نياسر جاء بدا الشغل يتقسم صار واحد يعرف ايش بيسوي ريبلاي كومنتز ديزاينات فصار تتقسم المهام و غير ما شاء الله البنات اللي صاروا معانا في التيم ازا بارتايم ولا ازا يعني انترن مثلا فبيمسكوا اشياء ديزاينات بيتتقسم على كل التيم فحمد الله وقات العمل صارت معقولة صارت يعني لما تترجع للماضي صراحة بتتكلم على جهد كان مرة متعب وتحس انه التعب اكتر من الانكم اي دخل حق المؤسسة واحيانا تجيك شوية وكالة الوكالة الوكالة وكالة المؤسسة وكالة المؤسسة لا 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 فحمد الله يعني اسما بدنا يطلع والشباب متعاونين جدا وبحاولوا يشتغلوا معانا وأنا بحاول ما يقدروا والتيم وانت ممكن معايا انو كيف نحاول نخلق بيئة عمل كويسة للشباب باذن الله يعني هذي من خططنا الاساسية الرئيسية انو نحاول ننقل لمكتب باذن الله اوسع اكبر فيه نقدر يكون فيه فرايتي اكبر يعني نحاول ندخل برضو بودكاست يعني فيه فيه وان شاء الله كبير وواسع باذن الله انو نحاول ندخل فيه التيم معانا وان شاء الله برضو الشباب معانا يكبروا زي ما احنا او الاجنسي بتكبر باذنه واحدة حتى كلمة تضيفة ممكن للشباب والتيما اللي يشتغلوا معك اه طبعا اقول لهم انو يعني انا عارف انو انا مقدر طبعا جهدهم كامل صراحة يعني فيه بعض منهم ممكن وصل مرحلة وشايف هذا الشي فيه انو هما وصل منهم مرحلة شوية تعب وشوية ملل اه انا باذن الله متفائل باذن الله الفترة الجيه او باذن الله الفترة الجيه فيه اخبار حلوة من ناحية مكتب من ناحية اشياء معينة من الموظفين والله هما هم موظفين هما صراحة بارتنرز في النجاح اللي احنا فيه ولولا لا ثم هما يمكن احنا موصلنا بهذا التعاون اه طبعا هما ممكن شافوا كيف انو بدان نشتري المعدات مثلا من اي ماك واحد اي ماك اثنين شوية شوية جيسين نشتري معدات جيسين نشتري يعني شوية شوية جيسين نحاول نتطور امكن حبة حبة شوية الفلو بطيء اه طبعا هذا كله سبب تعارف وضع الماركت والامور هذي كله بتأثر علينا بس باذن الله في ناس فيه كلاينز بالعكس مهتمين في هذا الشي واحنا طبعا التاركت حقنا اللي هما اللوكلز شركات اللوكلز اللي ما بتستخدم ماركتينج اصلا اللي بنغير المانسة حقهم ونقولهم ترى الماركت يعني سبب رئيسي انك انت تكمل في التغيرات وال وال الامبروفمنت حق السوق لازم انت تواكب العصر وتبدأ تتنزل مثلا تتركز على الموضوع البراندينج والسوشال ميديا وال الادبرتايزنج يعني فاذن باذن الله يعني بنسبة للتيم والكل من يوجه انه استمروا معان وباذن الله يعني ما نخيب اظنكم وباذن الله يعني توجه ناينثي وان واضح جدا باذن الله الفترة الجاية حنثبت هذا الشي طيب ننط كده هذا حاجة فيه لاين جديد انت تشغال عليه عن نفسك براندينج لنفسك قدينا منك اذا نبدو سريعا فكرة البراندينج انه يعني صارت انا داما يعني ضد اني اكون الانفلونسر ولا اتكلم يعني شي لانه حسيت انه موضوع صار مستهلك يعني بحكم احنا شايفين هذا الموضوع لا بس اذا انت ادد فاليو اذا انت شخص بتقدم حاجة قيمة عادي ترى الانفلونسر عندك كذا نوع ما هو نوع واحد ممكن الناس ما اخذها فكرة انه اوه انفلونسر خلاص لا هذا كثير منه بس لسه فيه امباكت فيه تأثير منه للناس الناس اللي بتقدم الناس اللي بتسمع فيه ناس بتقدم محتوى قيم انت بتتابعهم اكيد فيه ناس شايف انه ما عنده هدف مثلا انه ما بيوصللك رسالة في المجال اللي انت فيه فيتفرع ايو انا انا صراحة بحاول اقدم يعني اوردتك صحي اي شوية هو صراحة عندي فكرة كذا انه انا ابغى اوه شفت انه فيه موضوع السياح السعودية وكانت اول كلاما اصافر مثلا طلعت مستردام امريكا قبل كده وكلها هدي اياما كنت موظف يعني فكنت اسافر واصور وما كنت اسوي منتاج ولا كنت اعرف اسوي منتاج اصلا فسبحان الله اياما طلعنا جدا يناتد وهذا صار صار عندي ستعارف كيف اسوي منتاج بس ماني اكسبرت يعني ما عندي هذيك الخبرة الكويسة لاني ما بمارس هذا الشيء عندي تركيز اشياء ثانية فلما ظلعت موسم السودة وصورت وكن وقتا يشتريت دوبة نشترينا الموسم اللي هو انستا ثري سكستي والقعاصة مال عرب وكاذا طلعت كدا بال Bu concept انه انه ليش ما اصور واو منتج وهاولا طلع أشياء مع Viña طبعا بحكم ان انا ما باستخدم Lighting وما بتكلم ف في يا سكيدا غلاط يعني انت في النهاية هذا اول إذنك لك انت بتكلم من skip بتحاول تطلع طبيعيه جدا وممكن هاده يحن شوفناها باول ما بدين كيف كنا وكيف الممكن هذا الima الحلقة من ده مع كده واحد هتشوف انه بصم فيعني الحمدلله يعني هذا الشي فهذا اللاين ده حين بدخل انه بحاول اتكلم عن الماركتينج بصفة عامة بحاول اتكلم عن بصور يعني يعني حقي وبنزل صور كده حتى مودهة جدا مختلف بحاول يعني يعني حاول سويت اغطيات للمواسم للمناطق في السعودية بطريق شوية مودر شوية كده يعني ما هي نفس الستايل حق اي احد بحاول كده ادخل على شي اللي هو يعني السايد الاجنبي بحاول قد ما اقدر اني اوصل للناس دول اللي هم السياحة الاجانب يمكن هو حلو بس انت نشوف لو عملت ميكس هتخش على المجتمع اللي عندك هنا للناس اللي برا هتوريهم ايش الكلتر اللي عندك بالفايب حق الكلتر اللي عندك وممكن تطلع منه شوية بالستايل حقهم على اساس يفهموا الكلتر اللي عندك انت الموجود ما بتضيع الهوية مثلا اللي موجودة هنا هيفرق معك جدا يمكن ما في احد او في احد يمكن انا ما عارف مين هو او ما تابعته ايه فحيفرق معاك يعني الشيء والمحتوى اللي تقدموا ما يحتاج حد تتكلم ممكن كلمتين ممكن لور ثيرتس ممكن لاشيال انت بتتكلم عنها تطلع بطريقة كرياتيف هتلاقي انه كذا واحد يبدأ يارف عنك حاول انه تمنشن هاشتاك ساودي توريزم والناس هذي اللي مثلا حساباتها انت لما تقدم شيء وتكون جاهز هم حيشوفوا الناس الجاهزين انه يقولوا لك احمد دعال يحتاجك مثلا في سفرة معينة العلاء ان شاء الله والله انا هذي من الطموح حقتين اللي هي من طموحاتي يعني انه انه حاول اغطي تغطيات مثلا لمواسم معين وش هزاك كذا خاصة اني انا الدحين بدت يعني ادخل في مودة والامور هذي كلها وحاب انه برضو قبل اطلع اي مثلا رحلة يكون محتوى انا جاهز عندي وعارف اتكلم عن ايش فيعني هي امور احتاج لها بري هي شوف عشان تسهل امورك انت اكثر حاجة يسموها في دوكمنت انت بتوثق الرحلة اللي انت طالعها او بتوثق الاشياء اللي انت ممكن تطلعها هنا بالويكند هايكينج بتطلعها في اماكن معينة انت بتوثق السفرية في دقيقة خلاص تخلص المنتاج وخلاص دان في ناس يحاول انه يقول لك ابغى اخترع شيء اختراعك للشيء هياخد منك وقت واحيانا ممكن يؤخرك انك تطلع اشياء او محتوى مثلا الناس مستني تشوف منك شيء او برضو برضو بضيف شيء انه هذي طبعا مدعومة من نانتيون من ناحية الاديتينج المعدات حقه حقه نانتيون انا بستخدمها وفي النهاية الاديتينج والامور هذي كلها بيكون عن طريق الشباب يعني بيساعدوني فيها مثلا التيم وك نانتيون بروجيك ونوف دي نفس يعني في موضيع معينة بركز عليها انه هي في المستقبل تكون من الاشياء اللي احنا نتكلم فيها كنانتيون يعني اش الفاليو اللي احنا نقدمها للمجتمع اضافة لنقطتك ام قبلك تركز شوي على لينكدين ايه يعني بصراحة ان حيوصل لك رسالة وتوصل دايريكت للشخصة اللي انت تبغى انت بتوصل لساودي توريزم مثلا ماركتنج منيجر سيرتش بوم يضلالك مثلا مين هو وتقدر تتواصل معها بس انا افضل انك ما تتواصل مع دايريكت خش شف تويتر حسابه خش على تويتر شف ميوله ايش حاول تخش معه متر ندا اتحادي ولا شي هو بيتكلم عن الاتحاد كومنتات كومنتين ثلاثة كومنتات انت في الاخير في البايو مكتوب سيو تبعنا انت ون ديجريز هيبدأ ام دي ام دي في ناس ما تحرف ايش ام دي فممكن تحط يفريق اذا كان سيو حد لا سيو لسا سيو لسا هذي ان شاء الله في المستقبل ايو از لما نيك برا القروح حق التيم فاهم لك فتشوف مثلا ايش ميوله تبدأ تخش كومنتين اسبوع اللي بعده لاتحاد لعب تخش معاه تلاقي بعد فترة خلاص انه خلاص اعرف مين احمد بخيت سرو الديجيطال اللي هو التويتر والسوشال ميديا بشكل عام ممكن تيجي تقول له مثلا تخش وقتها في اشياء انت بتقدموه ساودي توريزم بس انت في نفس الوقت عندك المحتوى وحسابك الريدي بتنزل فيه وقتها ممكن يخش هو يشوف او انت بتقدم شي في ساودي توريزم طب انا قريدي ماسك شي في ساودي توريزم فاحتاجك نتعاون بشي معين او نقدم فيكون اسهل وصولك اسهل للشخص اللي انت دفعه انت نزل تيزر مينت حينزل للريفيلر والله الريفيلر صراحة النفسي ينزلو بس صراحة مضغوط وغير كده انا اصلا فكيت برضو حساب انستجرام ببليك برضو اللي هو نفس اليوزر نام اللي موجود على اليوتيوب وعلى تويتر فبس هي مسألة وقت بس بزبط الامور بحاول ان ارتب الكونتنت نفسه اللي حينزل وان شاء الله احب ده ببداي يعني تكون مرتب ارتب من انه انزل بس تيزر و والريفيلر يعني نفوت تكون ورا بعض بس لا بحاول ارتب يعني حتى السيكنس حق الكونتنت الامور هذي كلها في السوشال ميديا برتبها قبل انزل وما حنزل يعني بطريقة دائمة حاول قد ما اقدر اني ما اغيب مهم وبرضو موضوع اليكدين صراحة مره مهم مهم لنيينتي ون قبل انه مهم كاسم kehidus يعمل حق بخيته يعمل الى على الاسم في entra mines المشاريع اللي بيجيهم على اساس هما وايش معاهم مثلا سواء كان هو اونر يعني بيقدم شي محتوى لنفسه وهو في الأخير مالك مطعم صح وبتلاقي انه الناس يجو دايرك يعني مثلا طيب احنا قبل ما ننهي دائما الضيف يقدم سؤال للمشاهدين على اساس يشاركوهما في الكومنت مثلا ما مدى تأثير الماركتينج في المجتمع او في الشركات هل هو تشوفه مثلا شي مهم جدا انه يكون موجود ولا ممكن السيلس يكون يغطى عليه وهل هل يتفرق مثلا من شركة من بيتو بي لبيتو سي شكرا على حضورك وشرفتنا يعطيكم العافية المشتهدين ومستمعين يا ريت انه تدونا الكومنتات على السؤال تبعه وممكن اذا في اي حاجة ممكن نطور من البرنامج شفته ممكن ندفاداء او شي ممكن نقدمه حتى في البرامج الجاية يطيقكم الفلفافي على استماع والمشاهدة ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وضعي جديد بإذن الله ترجمة نانسي قنقر